جولة جديدة وعنوين جديدة ايضا اخترناها من ابرز ما جاء في الصحف الخليجية الصادرة صباح هذا اليوم فاهلا بكم ابدأ وياكم مشاهدين من الشأن السعودي ومن صحيفة الاقتصادية التي نقلت في عددها اليوم عن مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة بعد معاقبة 500 محل التجارة 1000 ريال غرامة على كل صنف مخالف لبطاقة السعر موضوع اخر اهتمت به الاقتصادية وهو خروج شركة ابل من قائمة اشهر عشر علامات تجارية عالمية لعام 2013 طبقا لتحليل المؤسسة الاستشارية سويسرية انتر براند زينزماير اندلوكس اذا من بين 100 مؤسسة عالمية في 15 بلدا اشهر عشر علامات تجارية بم دابليو تتصدر وابل خارج القائمة ننتقل الى صحيفة المدينة وفيها لفتنا كلام مدير ادارة مكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية اللواء عبدالله الجميل عن ارتفاع نسب الترويج وطعاطي المخدرات والتي وصلت الى 1000% خلال التسع سنوات الاخيرة وذلك وفقا لمؤشرات دبطيات ومستشفيات الامل وعزل جميل ذلك الارتفاع الى عوامل عديدة منها استهداف المملكة من دول خارجية والاوضاع غير المستقرة في عدد من الدول المجاورة والتسع الحدود من ارتفاع نسب المخدرات ننتقل الى ايقاف الابتعاث الى عدد من الدول العربية وهو ما تحدثت عنه صحيفة الشرق في عددها اليوم وقالت ان اجتماعا حضرهم الحقون ثقافيون للمملكة في 33 دولة عربية واجنبية امس في الرياض خلصة الى ايقاف الابتعاث للدول العربية وباكستان وشرق اسيا وذلك بسبب ضعف التأهيل وخطورة الاوضاع الامنية في هذه الدول نلقي نظرة على ابرز ما جاء في صحيفة الرياض وفي عددها اليوم نقرأ ارتفاع الاسعار يحبط محاولات المطورين عشرة ملايين سعودي يعيشون في مساكن مستأجرة الخبر كشفه تقرير اقتصادي اوضح ايضا ان مشكلة ارتفاع اسعار الاراضي لا تزال تحبط محاولات مطوري القطاع الخاص في سوق العقار المحلية اذ يجدون انفسهم غير قادرين على تربية المتطلبات السعرية للشرائح المتوسطة والمحدودة الدخل من المجتمع والرغبين في شراء منازل صحيفة الوطن اهتمت اليوم بفوز فريق الفتح للمرة الاولى في تاريخه وتحقيقه لقب دور زين للمحترفين في مباراة جمعته امس مع فريق الاهل على ارض الاحساء سجل فيها هدفا دون رد وهو ما رفع راصده الى 61 نقطة نختتم الصحف السعودية مع صحيفة الجزيرة والتي تصدر عددها خلال الاحتفال بيوم التراث العالمي غدا الاحتفاء بشخصية العام الامير سلمان الحائزي على جائزة الانجاز ننتقل الى الشأن الكويتي مشاهدين حيث ما زال مشروع قانون الاعلام الذي تقدمت به الحكومة لتنظيم العمل الاعلامي يثير جدلا واسعا في البلاد صحيفة الرأي تحدثت في هذا الاطار الى وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود وفي حديثه اكد انه مشروع قانون قابل للتعديل والاضافة من قبل المشرع والقرار لمجلس الامة وقال ايضا لحمود مشروعة ومحمودة الانتقادات الموجهة للاعلام الموحد الرأي تناولت ايضا ما خلصت اليه محكمة التمييز في اول حكم قضائي في جرائم تويتر هذا الحكم قضى بان المرتوت اي معيد التغريدة شريك بالجريمة مع المتوت او المغرد ختام الصحف الكويتية وختام جولة الصحافة ايضا مع صحيفة الوطن وصدور مرسوم بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة وهو ما اعلنته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي اذا الكويتية البالغة خمسة وخمسين عاما غير المتزوجة والمتزوجة من كويتي والحد الابنى للمساعدات الاجتماعية مائتان وخمسة وخمسون دينار والاقصى الف ومائتا دينار وبدل الايجار مائة وخمسون دينارا ذكرى الرشيدي خمسمائة وخمسة وتسعون دينارا راتبا شهريا لربة المنزل مشاهدين هذا كان كل ما لدي في جولة الصحافة لهذا اليوم اشكركم على هذه المتابعة وعود وياكم الى استوديو الرابعة من جديد